قلت لكم في البداية أنه النهاردة كان قرار مهم جدا لمجلس إدارة النادي الآلي استمرار للقرار اللي اتاخد في الجلسة السابقة والكل تابعه والكل كان الآن الحقيقة شفت كتير على السوشيال ميديا الناس كانت بتسأل الآهلة يتراجع في ضغوط على الآهلة الآهلة يغير رأيه الآهلة يلعب ماتش الكاس الآهلة ما عرفش إيه ويطلع حد يقول لا أصول الآهلة خافي لعب بيرامدز مش عايز يلعب بيرامدز خاف منه يعني من أما الآهلة يقول لك ألعبه في الدوري هو مين خاف من مين تبتكلم على الآهلة لا هو عادي رجع المبارزة ما كانت الآهلة قال أنا هلعب وفق الجدول الدوري يعني الآهلة بيرحب بيلعب بيرامدز يوم 28 في الدوري في سياق الجدول إنه بيرامدز يضغط ويقول لا رحل ديت وحطها لكاس بلها نادي وخد سوسو لا يلعبه مع بعض يبقى النادي اللي هو اللي بيفرض آه إزاي يعني يعني هو نفس اليوم ونفس الأطراف اللي ما طلبش لا التأجيل ولا تغيير الطرف هو عادي وبعض جواب فهمونا ليه بتغيره؟ يعني يعني ما حدش بيرد عليه غير بيترد عليه بحصبية عارف ليه يا أستاذ أبراهيم دائماً إحنا في إدارتنا للأزمات لازم واحد يعلم على واحد دائماً بخشها من منظور مين يكسب في هذا الخلاف مع إن الأزمة عبارة عن مشاكل يجب حلها لا فيها انتصار لشخص ولكن فيها انتصار للمنطق انتصار للحق فيها إن أنا بطلب طلب بطلبه بكياسة وبيهدوء وبدون شماتة ولا بطلع لما بأخذ حقي ولذلك أنا مش مبسوط من نغمة هو الألي حتراجع هو الألي حيصمم مش عارف إيه هذه كلها عبارة عن مشاعر متصدرة غلط لأن أصل الموضوع لا فيه إصرار ولا فيه تراجع الموضوع فيه إحنا بنقول إن ده الصح وقل لنا مبرراتك المنطقية التي سخطها بتقول عايزين نلعب المتشاط بترتيبها طيب هتمشي المعيار ده عالكل ولا هتمشي علي أنا الواحدي هو ده موقف الأهلي وبعد ده بيقول لك فهمني أنت بتغير ليه طيب ترى من أنا حلعب نفس الشخص ليه بتغير تقول ده دوري ولا كاس هو نادي الأهلي يعني يعني فرصته إذا كان البعض يرى أن بيراميد يعني فرصته في الكاس باتت أهم من فرصته في الدوري ممكن جدا ناس كتير تكون شايفة كده للأهلي إلا الأهلي الأهلي شايف إن فرصته في الدوري قائمة وقائمة هو بقوة وبيسعى إلى هذا أن أنا اللي فضلت ماشي في نجاح ما ليش دعب غيري هتنتهي المسألة أن أنا بإذن الله أفوز بالدوري طيب هو فين الخناءة هنا طلع سب حد طلع التري على حد طلع لأح كلام على حد طلع بيكيد حد أبدا ما فيش كلام منه هو اللي يتلقى كل هذا هذه المشاعر وكل هذه الوسائل كل هذه الوسائل التعامل هو اللي يتلقاها وحتى في اجتماع النسغة بانا في اتحاد الكرة بتقولك هو الأهلي إزاي على سن البعض يعني يجي ويمشي يجي ويمشي لأنك إنت أولا في خطأ وواضح الموقف من أول دقيقة إن الأهلي مش هيضر يقعد للقعدة دي في ظل إهانات مستمرة أنا شاكي رئيس نادي ورئيس نادي معاقب أنا شاكيه بيني وبينه شكاوى فأنت جيبتهولي نقعد مع بعض إنت اللي خلقت الأزمة وفي هذه الجلسة يتم التجاوز في حق الأهلي ولا ينطفض أحد في اتحاد الكرة الدفاع عن نادي الأهلي وبعدين ناس مندهشة هو الأهلي بي يعني بيعتب علينا وبشتكي بشتكي ليه أستاذ إبراهيم الأهلي لما اشتكى مش أول واحد اشتكى في اتحاد الكرة صحية هقول لكم القرار وبعد كده نقف عند نقاط كتيرة مهمة جدا مهمة جدا النهاردة قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه برئاسة الكابتن محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارق اللي عقد بتاريخ 9-2-2019 وكان نصه في هذا السياق الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكاس استجابة لضغوط أي طرف خاصة وأن التحاد الكرة هو الذي أعد جدوى للدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدواله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية نقف هنا لحظة يا سيد إبراهيم أنا لم أقول أنا متمسك بجدوى اللي أنت بعته لي ومتمسك برفض تغيير صفة المباراة يبقى أنا اللي بفرض رأيي يبقى أنا اللي بضغط عليك أنت اللي غيرت مش أنا أنت اللي آخرين ضغطوا عليك وخلوك غيرت قال القرار وتم اختار التحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 يعني الثاني يوم للاجتماع قبل إجرائه أي تتعدلات جديدة على جدول الدوري كما قرر المجلس اليوم التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع التحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية مزعالة البعض دي طيب ها أنت قلت لي أنه مزعالة عبد أنا يعني في الأزمة أحب أتكلم وش وأحب أقول لكم وأقول للرأي العام كله هذه أزمة عناد وأنا لما بتكلم بقول ده معلومة دي معلومة حقيقية الاجتماع بدأ بالوقوف دي أحداد على الروح العزيز الغالي الدكتور خالد توحيد بدأ الاجتماع بهذه الوقفة وأتراحهم على الروح بقول لكم أنه اللي حصل في هذه الأزمة من الآخر اتحاد الكرة بيعند والكلمة لمسؤول في الاتحاد عشان أقول لكم ما بقولش استنتاج ولا اجتهاد قال لك احنا بنعند هذا الموقف بعد ذنك سببه اتحاد الكرة زعلان أن النادي الأهل اشتكى اتحاد الكرة للاتحاد الأفريقي ليه؟ ويرى في ده أنه دي إساءة في حق المهندس هاني أبو ريدا رئيس اتحاد الكرة وعضو لجنة التنفيذية في الفيفا أنا بقول لكم التفسير الحقيقي للأزمة آه في أطراف بتضغط في أطراف بتتجامل في أطراف لها مصالح في أطراف أعدم استنية في أطراف راجبة على كتابهم كل ده موجود وفي أطراف داخل اتحاد الكرة على اتصال وسيق على أبسط الألفاز تهزيبا بمصادر التأثير ماشي لكن في الأساس هو ليه الأهل اشتكى لاتحاد الأفريقي؟ طيب الأهل يا باشموندس محسش بالإنصاف فراح يشتكى يعني يعني مطلوب منه يعمل يعني أنا عايزة أسأل في اتحاد الكرة وأنت تتخذ هذا الموقف حدد لي طلبتك من نادي الأهلي كان يعمل ايه؟ النادي الأهلي دعية إلى اجتماع في جلسة وصفت بالرسمية نفكركم بالجواب اللي جي للنادي الأهلي من السيد سروة سويلا من المدير التنفيذ الاتحاد الكرة وهو بيقول له وعليه قرر مجلس الإدارة دعوتكم قرر مجلس الإدارة لو حد عايز يفهمني إنه قرر ده مش قرار يبقى عندي مشكلة في اللغة لما يتقل قرر مجلس الإدارة دعوة ناديكم رئيس النادي أو من ينيبه من أعضاء مجلس الإدارة تمثيل رسمي لاتخاذ قرار بشأن المسابقة والموسم لاتخاذ قرار أنت بتدعيني على مستوى رسمي بجواب رسمي باختام رسمية بناء على أن أنت بتقول لي ده قرار مجلس إدارة في جالسة رسمية والغرض اتخاذ قرار وقال لكم ساعت هو كده يبقى رسمي ولا وصفي ولا هندي ولا إيه ده يبقى إيه يعني ده تسموه إيه طيب لما النادي الآلي يلبي هذا الاجتماع على فكرة بعد كده بعت له جواب قال له قول لي جدوى الأعمال الاجتماعي بعت رد ساروة سويلم بجدوى الأعمال طيب رجع الآلي قال له خلينا نبقى فاكرين إن الالتزام بهذا يا هالبنود علشان المندوب بتاعي اللي هيحضر هيكون مكلف بوجهات نظر النادي في هذه النقاط آه ما تخرجش براء قال له فعلا إيه الغلط في كده ماشينا هو بشكل رسمي طيب لما أروح الاجتماع بهذا الشكل واجتماع فيه الصفة الرسمية الكاملة عشان أنا بقول لكم تابعوها بتجرد شوية ولو الآلي غلطان شاوروا على الغلط يلتزم الآلي بكل هذا الترتيب الرسمي للمسألة ويروح أنا أدعو جميع الجماهير مش جماهير الأهلي بمتابعة كل كلمة بنقولها ويفكروا معنا ويطلعوا يقولوا رأيهم طيب الآلي تأكد من إن الجلسة رسمية ومش لا بيرخم ولا بيغلس الراجل عضو مجلس الإدارة اللي رايح أو حتى رئيس مجلس الإدارة اللي رايح رايح يحمل وجهة نظر مجلس الإدارة تجاه هذه البنود مش باجتهاد شخص منه ده مش في العمل المؤسسي رايح يناقش ثلاث بنود البند الأول رأي المجلس كذا البند الثاني رأي المجلس كذا البند الثالث رأي المجلس كذا ما تقوليش بند الرابع لأن أنا ما نقشتش المجلس في ده أنا مش بعبر عن وجهة نظر الشخصية فيروح المهندس خالد مرتاجي طب أنتو كاتحاد عارفين أنه السيد رئيس نادي الزمالك موقوف جالكوا جواب من اللجنة الأولمبية وجالكوا جواب من الاتحاد الأفريقي أفتح قوس هنا يوم السابت اتحاد الكورة عنده جمعية عمومية طريقة لمناقش التعديلات على لايحة النظام الأساسي بتاعت الاتحاد وبنود مهمة لغالبية أعضاء الاتحاد من ضمنها بند الثمان سنوات وبعض البنود اللي هم عايزين يمرروها تعرف المشكلة خلال الثلاثة أربعة أيام اللي فاتت ايه اقوى على رئيس نادي الزمالك يجي لو جيه هتعتبر الجمعية بطلة لأنه موقوف الله هو أنت لما الجمعية تهمك عشان تماشي فيها مصالحك افتكرت أن الرجل موقوف ومعاقب وما ينفعش يحضر ولما النادي قال لكه النادي الآله قال لكه ده موقوف قلت له لا أنت غلطان هو المشكلة يا صيصي براهيم يعني بصوا أن النادي الآله أسأذنك أسأذنك لأنه نفس الشخص مع نفس الاتحاد تجاه نفس النادي في نفس المكان شوفوا المعايير اختلفت منين لما الأمر تعلق بالاتحاد ومصلحة أفراده بشواندس بققوا عييجي وعايز أقولك أنه أخشى أنه يكون ما تم أنك رئيس نادي الزمالك يتقدم بتظلم ضد قرار اللجنة اللي عقبته في الاتحاد لجنة القيم فيتم تجميد هذه العقوبة من قبل لجنة التظلمات لحين الفصل في معرفش إيه ده تم النهاردة ده فيه قرار النهاردة كده؟ تم تجميد عقوبة لجنة القيم في الاتحاد إلا أوقفت رئيس نادي الزمالك ثلاث شهور عن حضور المباريات أنت بتغلس مع الأهلي إحنا وقفنا هولكو وأنتم ما سمعتوش الكلام وأنتم مكمليين طب إحنا إيه؟ إجرائياً تظل يروح للجنة التظلمات ويتم تجميد العقوبة ده تم النهاردة بعد ما قرار النادي الأهلي طلع عشان تشوفوا مستوى التفكير وحجم التعامل في الأزمة إدارياً ماشي إزاي بشرط أنه الراجل ما يحضرش الجمعية العمومية والسابت عشان ما تبقاش بطلة لو حصل أنه رئيس نادي الزمالك حضر الجمعية العمومية ووقع ممثلاً لناديه الجمعية بطلة طب إنتوا هنا اعتبرتوا باطل إزاي في اجتماع الأندية وهي جلسة رسمية هتتحاكوا عن الناس وتقولوا دي أعدى ودية لا أعدى ودية روحوا أعودوا على جنب أنتوا داعين بخطابات رسمية ومحددين جدوى الأعمال وقالين ده قرار مجلس إدارة لاتخاذ قرارات وتعملوا مع الأمور كلها بشكل رسمي كامل طيب دلوقتي الموقفين النادي الآلي الاجتماع اللي حصل لباش مهندس لأنه تم خلاله الاستقرار على تعديل الكياس مع أنها مباراة خاصة بالأهلي هل دا تصرف رسمي ولا لا تفضل وانا بنسى أستاذ براهم عشان بقولك لحظة تفضل أنا بماشي معك أنا كان في حاجة كنت عايزة أعلق عليها في ساعة تنسيتها المهم في الموضوع ده انت عايز تغير الكاس في جلسة بتقول إنها ودية ها طب إزاي تقرر في جلسة ودية قرار طب إزاي تبعط لي بعدها جواب تقول لي تقرر لا بعد كده هو ما بعدش جواب قال تقرر هو طلع في الإعلام قال تبديل مباراة بيرام أيوة مش دا قرار هو تبديل دا إيه قرار طب إيه اللي قعد هذا القرار حوالي سبعة تامنة أيام ما يعلنش لما هو اتخذ في نفس الجلسة يا أستاذ إبراهيم المسألة واضحة المسألة بتتشخصا ومش محطوط في حسابتها بعد مصلحة أي حاجة اللي يقولك هو مطلوب مني أنا فقط أن أراعي المصلح العامة ومتخذ القرار مش مطلوب منه أن أراعي المصالح العامة يعني مطلوب الرضوخ المستمر وتحمل الإهانات وتحمل التعديلات والإزعان عشان يبقى أنا راجل متعاون والاتحاد يرضى عني ولما مر واحدة أقول لك يا سيدي يقول لي أسبابك ودي أسبابي نقشني بالحجة ثم تحولها إلى إلى مسألة مين أقوى قال لي طبعا أنت بالقانون أنت أقوى يعني أنت بالقانون أنت اللي بتمثل أنت اللي معاك التمثيل الكرة المصرية لكن أنا معايا إيه أنا يعني هو المفروض أنك تتصورني دائما أن أنا بطغط عليك بشعبيتي لم يحدث نادي القلي ضغط أبدا بشعبيته غير اللي بيعمل كده لكن نادي القلي عمره ما عمل هذا ده بالعكس دائما منطقنا جماهيرنا تشجع والقرار من داخل الأسوار ده موقف النادي الآن لذلك أنا بقول يا جماعة ما تيجي نتجرد كلنا ونعمل من بنها مرة مش درون نبع أطراف ما تيجي نبص للمشكلة كلنا كده كأننا موضوع مطلوب حلو ونقول رأينا بشكل موضوعي كلنا اتحاد الكرة داخل بيثبت إيه أنا أنا اللي بدير الكرة مصرية طبعا أنت اللي بدير الكرة مصرية بس ياريتك تكون أنت اللي بدير الكرة مصرية لأن ما يحدث من تعديلات مستمرة بتوحي أنك أنت بيجي لك أفكار وتبتدي تعمل حساب لبعض الأفكار وتتجاهل الأفكار الأخرى احنا مش عايزين الموضوع يتحول إلى مشكلة ولا خناقة ولا أزمة الموضوع المفروض ضلوع علاج الأزمة وانت بتحلها ما تبقاش باصص لمنظور مين يكسب مين اعمل الصح اعمل الصح اللي التاريخ حيحسبك عليه من المؤكد أنه مجلس إدارة النادي في اجتماعه ده لا بيدور على إضعاف اتحاد الكرة ولا بيتحدى اتحاد الكرة ولا المسألة مصرعة روماني خالص وبالمناسبة اللي لا يسعده أبدا أن اتحاد الكريب ضعيف ولا اتحاد السلام ولا أي اتحاد هو عضو فيه لأنه أنا كنادي ببحث عن التفوق وببحث عن البطولة يسعدني أن أنا ألعب في مناخ منضبط أتنافس في مكان منضبط هذا الانضباط لا يتحقق اللي بمجلس قوي يفرض القانون ده الأهلي بيقوله كده بقوله التازم بالليدتهولي ده القوة ففكرة أنه يتحط في دماغهم الأهلي بلعب كورست وهو اللي حيكسب وهو اللي حيكسر دراعك تعرف ده إمتى يا أستاذ إبراهيم ممكن نتصور كده لو أنت بعبتلي جدول وانا قبلته بعد شوية عايز غيره مش أنا اللي عملت كده غير اللي عمل كده يبقى مين اللي عايز يلوي دراعك ومين اللي عايز يفرض عليه قراره الأهلي اللي بقولك تمسك بقرارك طيب اللي على أساسه أنا بنيت كل خططي أنا بنحاز للمنطق وما بقبلش أي حاجة إلا لها منطق شوية حتى مع الأهلي ضد الأهلي بس يبقى فيها جزء من المنطق واحترام العقل النادي الأهلي اتحاده كرة خلاصة الأزمة زعلان الأهلي اشتكى في الكاف بالمناسبة بالمناسبة إنه رئيس نادي الزمالك عشان المسألة ماتوشي فيه أربع عقوبات فيه قرار من اللجنة الأولمبية من خلال لجنة الأخلاق والانضباط فيها فيه قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فيه قرار من الأعلى للإعلام وتم اتطعن عليه أو رئيس نادي الزمالك أخد حكم ضد قرار المجلسة على الإعلام وتم اتطعن على الحكم وقرار رابع من لجنة القيم في التحاده الكرة بنان على شكوى الأهلي ده اللي تم تجميده لحين البت في التظلم ده البند ده فقط أو العقوبة دي النادي الأهلي التحاده كرة زعلان وكل اللي عامله ضغط من تركي أل شيخ رئيس نادي بيرامت لأنه التصريحات واضحة جدا والتغريدات يومية عشان نبقى برضو أكثر صراحة وأكثر وضوحا والنقطة التانية زعلانين أنه الآهل اشتكى في الاتحاد الأفريقي واعتبروا أن دي شوية يعني تاخد من حق المهندس هنا بريدة وليه مننا كل الحب والتأدير لكن هو سيادتك وحضراتكم مش اتحادكم الموقر اللي الرئيس نادي بيرامت اشتكاكوا في نفس الجهة برضو ولا أنا ما بفهمش لسه من أسبوع 31 يناير نادي بيرامت قدم شكوى للاتحاد الأفريقي ضد الاتحاد المصري وسياساته وإداراته للمباراة للمسابقة بالي اعتبروا أنه هو منحاز وأنه بيخل بالتكافر الفرص وأنه لا يدير بعدالة النادي الآلي لما اشتكى ما اشتكاش أن الاتحاد الأفريقي أنفير خالص انتحاد المصري انتحاد المصري مش عادل لا خالص اشتكى أنه في جلسة دعية لها واحد ما كان ينبغي أن يحضر اشتكى إجراء انتو في خطاب رسمي والشكوى للاتحاد الأفريقي اتهمتوا في نزاهتكو اتهمتوا في إدارتكو للمسابقة وللاتحاد اتهمتوا في عادلتكو وشربتوها ومشت زي الفل واللي ضحك واللي عمل واللي سوى واللي فتح الاتحاد يوم الجمعة واللي عمل كل التسهيلات المطلوبة ده ما يزعلش فيه كيل بميكيلين أوضح وأكتر من كده ايه بقى ليه يتقال انه الموضوع كله دلوقتي دخل في دائرة العناد ازاي الاهلي يتجرى ويشتكي وازاي سيادتك تنتهك القرار والعقوبة وتحضر من هو موقوف قانونا ولما يحضر يتجاوز في حق النادي وما جبت ليش حقي وما جبتش حقي هو الاتحاد كرة لو كان استنكر هذه الواقعة واعتذر النادي الاهلي لانه هو المضيف انت لما تدعيني في بيتك وتدعي واحد تاني اشتمني انت مكلف انك تعتذر لي انت اللي حاطتني في هذا الموقف لو كانت هذه الكرة طيبة يعني خاطر النادي الاهلي وقال لي احنا بنستنكر هذا التصرف كان الموضوع خاد سكة تانية انما نجي الترحيب والموضوع يكمل اكيد سيبكم منهم سيبكم منهم وكواس انه زعق يعني فيه ترحيب بهذا السلوك اكتر من كده ايه ده مش بس يا باش موانتس يعني انا قلتلكو ما طال اتحاد الكرة من نادي بيرامنز من شاك ورسمية وتكرار في الاعلام وتغريدات وتتويتات وتويتات وكل الاساءات ابلتوها وبلعتوها وزي الفل وشربتوا بعديها النسكة فيه طب ورئيس نادي الزمالك فيه حد من السادة المشاهدين ما تبعشي ما ألحقوا بكل عضاء اتحاد الكرة فردا فردا وجماعيات من كلام ده وصل لدرجة ما تقولي ليش انتو خدتو حق تنظيم كأس الأمم ازاي مش عايزين نتكلم الكلام ده ما لقاش حد يغضب وما لقاش حد يرد بنفس درجة الحساسية العالية اللي بيتم التعامل بها حاليا مع النادي الأهلي وموقفه العادل اللي شكواه قانونية ضد إجراء تام هل يملك الأهلي غيره المستك القانوني يروح لمين طيب يكلم مين اتحاد الكرة نفسه هو بيروح له ما بيجيش الأزان الصغير والانصاف يعني انت استدركتيني الاجتماع عشان أطلق تصرفات غير لائقة ولم تدافع عني ولم تدافع عن حقي واستمرت انك انت تنفذ كل شيء طلبه المتجاوز يبقى انت ده ده نروح لمين يعني انا نفسي هذا سؤال والله والله قولوا انك كنت متوقعين ايه كنت عايزين من النادي الأهلي ايه يسكت زي ما هما سكتين ويبلع زي ما هما بلعين بس يتقلنا كده نفكر فيه طيب قرار النادي الأهلي ده له حيثيات خلينا نكتهد مع بعض نكتهد مع بعض في بعض التفسيرات لكل وقع على حدة ليه الأهلي وصل لهذا الموقف اولا احساس العام من خلال حتى المتابعات العامة ورأي الشارع الجمهور مقدر جدا الموقف بتاع النادي الأهلي الجمهور كان قلقان جدا انه المجلس يتراجع عن قراره الجمهور كان قلقان جدا انه تبقى فيه ثم الضغوط تخلي المجلس ما يكملش فيه الحفاظ على حقوق النادي وده اكتر ما بيسعد جمهور الأهلي لو انتوا فاهمين ان الأهلي جمهوره بتفرق معه بطولة ولا بطولات لا فيه كتير قوي الرصيب يسمح بكتير لو قعد نايم في البيت عشرين تلاتين سنة محدش هيعدله بس الكبرياء الأهلي هو اللي بيحقق البطولات وانضباط الأهلي هو اللي بيجيب الانتصارات عشان كده الجمهور بيحافظ على المكون الاساسي بيحافظ على المادة الخام بيحافظ على الأرضية الحقيقية اللي بينبط فيها كل لقب أو أي بطولة لو ضربت ده هتبقى هتزيد كل حاجة هيبقى الآله زي وزي غيره إنما يحافظ على انضباطه وعلى حقوق المشروع بمنتهى الاحترام والتقدير للأطراف المسؤولة ومراعاة ظروف البلد وكل الأحوال العامة الآله في كل كلمة كان بيقولها لهم مراعاة للمسؤولية المجتمعية مراعاة لحقوق الجماهير مراعاة للظرف الراهن كل ده كان موجود في كل المكاتبات بس دائما وأبدا مطلوب من الآله هو اللي ينفذ مطلوب من الآله هو اللي يرضخ مرضوب من الآله هو اللي يزعن لقرار يبدو غير منطقي وغير مفهوم فجأة وانت بتتكلم على ان احنا في ظرف صعب وفي موسم استثنائي عايزين نضغط بطولة الدوري ويأجل الماتش اللي تم الاعتراض عليه بتاع 28 فبراير يأجله لما بعد مباراة الزبالك الاهلي في خطابه يرحب بكده بل هو اللي يقدم الحل يوم طرف تاني يضغط يتحطله مطش الكاس طب بالله عليكم ده ينفع هو النادي الاهلي ده صغير النادي الاهلي هو اللي أنشأت تحاد الكورة هو اللي أنشأه من عدم بقيادات جعفر والي باشا في 21 وغالبية مؤسسة اتحاد الكورة كانوا في مجلس ادارة النادي الاهلي فبالتالي انت بتتكلم على ارث زاقيمة حقيقية كبيرة مش نادي صغير من حقك تتجاهل حقوقه وما بيطلبش منك انه هو يتميز عن غيره بيطلب العدل والعدالة وفقا لضوابط ادارية صعبة دي أنا سعاد يعني عشان كده بقول للناس فكروا معنا احنا بنقول كلام فكروا فيه وقلونا فين الغلط وقلونا مخترحاتكم كان ينبغي أن يحدث ماذا الاهلي مقفوا بسيط جدا واضح جدا والمسألة كانت انتعد انتعد كانت المشكلة انتعد وكل الاطراف حصلت على هي طلبها في رمز اجل المباراة والاهلي رحب بهذا التأجيل ما قالش حاجة لكن وانت بترجع مطشي الكاس وبتقول لازم المعيار بقى ان احنا هيح هلعب كل المطشات في سياقها ومعادها وبيراميدز مش هلعب الاهلي الا لما الاهلي لعب زمالك جميل طيب عملت ايه في مطشي اسماعيل والزمالك بتعضره الاول الاهلي يقول لك مش هلعب الزمالك الا لما الزمالك يلعب لسماعيل مؤكد اه مؤكد ايوة وبعدين ايه بقى بعدزنك وبعدين انت عايش لعبني المطشين بتوع بيراميدز قبل زمالك لا ما ينفعش لا وبعدين يتقال لك ايه اصله لا الاسماعيل مش منافس البيراميدز المنافس بتتكلموا ازاي اداريا بتتكلموا ككورة ازاي يعني هو يعني فيه طلع قانون ان السناد المنافس على الدوري الاهلي وزمالك بيراميدز بس الدائرة مقفولة على الكل بقيت النقاط اللي موجودة لو الاسماعيل اخدها ما ينفذش ده 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 استاذ ابراهيم او المقصة ايه يجي من المركز الاخير يكسب اربع مطشات بيلا نفسه في المربع ازاي ولا الدوري اختزل في دورة سلسية يعني يعني حتى الدفاع عن الحقوق القانونية لبيراميدز يقولك ايه علشان دول الاندية التلاتة المنافسة والمقصة والاسماعيلي والمصر والاتحاد دول خلاص اي نقاط ياخدها ده النجوم اللي هو مش مصنف ووافد جديد فاز على الزمالك والآله خسر برضو يعني التحاد والمقاولين فلسه بيراميدز خسران من الجونة فانتوا يعني حتى هذا السلوس المحتمل غير قانوني وغير مقنع خالص عشان تدولوا حقوق استثنائية وتحجبوا هذه الحقوق عن الاخرية حتى لو كان الاهل من ضمنهم بس لا انت بتتكلم على تكافه وفرص بين كل المتنافسين في مسابقة واحدة عايز تجامل بيراميدز فبتحطوا ضمن التلاتة مفهومة طب والاسماعيلي والاتحاد مش دي اندية شعبية لما بتعوزوها بتعودوا تغزلوها شيء غريب جدا جدا يعني يقولك لا ديول بوصفهم لان ديها السلسة المتنافسة عيب تقولي الكلام ده بجد عيب غير منطقي حتى الاهل استند على ايه او تفسيرنا لحيثيات هذا التمسك بهذا القرار باش مهندسي لو بصنا في النقطة الاولانية هنلاقي المتحدث الرسمي للتحاد الكورة في كل وسائل الاعلام قال ان التعدلات اللي طرأت على الجدول والمواعيد الجديدة لمباريات الكاس هل من فراغ؟ هل من الجلسة بتاعة الودية؟ لا المتحدث الرسمي المهندس احمد ميجاهد يقولك هذه التعدلات جاءت بتوصيات عن الاجتماع الذي عقده مجلس ادارة الاتحاد مع رؤساء وممثل الاندية في ستة اتنين ما تلعش تاني يوم ليه الكلام ده وهذا الاجتماع تم الطعن عليه بالبطلان وفقا للوايح من جانب النادي الاهلي امام اللجنة الولمبية يعني انت دلوقتي اه لا استناني بقى معلش يا استاذ بريح احنا مش بنقره بس صد احنا بنتأمل فضل دلوقتي انت بتقول لي انا خدت قرار في جلسة مطعون عليها انت تلتزم به ام انت اللي بتقول انا خدتها بناء على الجلسة دي طيب لو الجلسة دي مش شرعية بيبقى قارتها شرعية انت ماتش ماتش يوم 28 ده لو متاخد بناء على الجلسة دي فهو باطل فهو باطل ترتب عن باطل اقول ايه رأي حضرتك طبعا باطل نجم عن باطل يبقى ايه انتو بتقولوا دلوقتي بعضمة لسانكو على لسان المتحدث الرسمي المهندس احمد مجاهد انه دي هذه التعدلات او مباراة الكاس اتخذت في جلسة رسمية او في اجتماع لرؤساء الاندية وقال السبعتاشر طيب انتو زعلانين ليه ان الاهل يقولك استناني بقى تعالى ومش انا شاكي في الجلسة دي مش بس كده وانا مش طاعن في هذا الاجتماع ده انت سميتها جلسة بدي ده انت ده انت الاعتبرتها مش مش ملزمة انا مش عارف امسككم منين والله انتوا الاعتبرتها مش ملزمة مش عشان انا شاكي لما حبيت ان الاهل يروح قلت له تعالى ده اجتماع رسمي وده جدوى الاعماله وبناء على قرار لما زعل قلت له ده ودي لما زعل قلت له ده ودي لما عدلته قلت له ده بناء على توافق رؤساء الاندية في هذا الاجتماع وقرارهم الله مهدل خلانا قلنا هو فاهمي ولا نظمي ولا رسمي ولا ودي ولا ايه في البداية اعتبرته رسمي لما جاء لكم المهندس خالد مرتاجي لما ميشي وقال لكم دعية من كان من كان لا ينبغي حضوره قلت له لا دي كانت قاعدة لما حتكتوا تلعبوا تردوا بيرامدس عشان ماتش الكاس وتستجيبوا للضغوط تستجيبوا للضغوط وتم الاخذ بيه طيب مش عندكم علم ان الاهلي طعم في بطلان هذا الاجتماع ولزالت الشك ومنظورة في اللجنة الليلومبية وفي الاتحاد الافريقي ظاهرة القبول بالخطأ دي طيب بقت صعبة اتحاد الكرة استجاب في تعدلات جدول الدوري لرغبة نادي بيرامدس لما طلب يتفادم وجهة الاهلي للمرة التانية في الدوري قبل ما الاهلي يلعب مع الزمالك وقلتلكم مش عارف ليه ليه اتحاد الكرة سلم بانه المسألة ثلاثية على اي اساس من غير ما يحفظ لبقية الاندية نفس الحق في التكافؤ لكن ما علينا لما استجاب لطلب بيرامدس ورحل مباراة الدوري لما بعد لقاء القمة الاتحاد اعلن قبل كده اجراء هذه التعدلات الى ما بعد مباراة الزمالك الاهلي مصدرش على حقوق باية المنافسين طالما ان الاتحاد هيراعي تطبيق نفس المبدأ على الكل الاهلي خاطب اتحاد الكرة في 9-2-2019 يقوله قولي على اي اساس اجلت مباراة مع بيرامدس لما بعد مباراة الزمالك وهنا انا عايز اقول حاجة لانه برضو الادارة بمفهون شمشون غلط ما ينفعش تقولي الاهلي مش من حقه يشتكي او الاهلي مش من حقه يستفسر مني انا اللي بدير لا 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 خالص اي نادي عضو في الجماعة العمومية من حقه يسأل سيادتك انت عملت ده ليه مش هقولك الاهلي بقيمته ولا بمكانته ولا بدوره في تاريخ الكرة لا خالص اي نادي مش عايز اقوله اي نادي لما يبعت يقولك القرار اللي بيمسيني ده اخدته على اي اساس سيادتك غصبا عنك تجاوب عليه تقوله انا اخدت القرار ده بناء على كذا بكل الاحترام والتأدير لكن انك انت تعتبر انه مجرد السؤال ده مش من حقك تسألني انا اللي بدير يعني انت اللي بدير انت كلفت من قبل هذه الجمعية العمومية ان انت اتحقق مطالب هذه العضاء علشان انت اللي بدير بسألك هو انا بسألك ليه لا مش انت اللي بدير هسألك ليه بسألك لانك انت اللي بدير فعندك سبب قلهولي انما استنقاء لاني معندكش سبب ايوه فانت مستنكر السؤال او عندك سبب ما تقدرش تقوله ما هو سبب يعني يطرح ها ها فيبقى فيه حساسية قوي انه ازاي مش من الحقك تسألني وهي ليه وليه واخد اخناقه يا اخي انا بس ألك سؤال جوابني عليه وخلصنا قل لي انا اجلت هذه المباراة لحفظ تكافؤ الفرص قبل ما الاهل يلعب مع بيرامز المباراة التانية يكون لعب مع الزمالك ماشي هتيجي ترد عارف ليه مش عايز يرد عليك كده ها عشان هتيجي تقوله طب ما ماتش الاسماعيل والزمالك ها ها يعني معروف طيب ما هو عشان كده امشي عدل امشي عدل لكن هتناور وتجامل والتليفونات وقوامرك ومعليك وتؤمر وسيادتك احلامك اوامر يبقى من حق نادي كبير زي الاهل يقولك انت بتعمل ايه انت بتعمل ايه انا بطلب بحق وحق جمهوري وده ما يزعلش حنلاقي اتحاد الكرة ما التزمش بالمبدأ اللي اشار اليه في تأجيل لمباراة الاهل وبيرامز فكرة انه ما ينفعش فريق يلعب مع فريق مبارتين قبل ما التالت في هذه الدورة السلسية اللي اتحاد الكرة قررها سلسية قرر الاتحاد في تعديلاته الجديدة ان الاهل يلعب مع الجونة فاربعة وعشرين اتنين للمرة التانية هذا الموسم في الدورة في الوقت اللي الجونة لسه ما لعبش مباراته مع الاسماعيلي ما انت تجيلي من هنا هيجيلك من هنا عشان كده انت ماشي غلط هو مبدأ تكافؤ الفرص اتعامل السنة دي للمنطقة السلسية بس للاهل والذين معه ولا المفترض ده مبدأ عام طيب الجونة هيلعب مع الاهلي المباراة التانية في الدورة انت خلي بالك والجونة ملعبش مع الاسماعيلي خلي بالك من نقطة مهمة جدا اه سيبك ان الجونة عمل هي هي بمعايير الكرة مفاجأة اش عايزة منخش يعني طبعا تحطوله بيرامد هو الاهلي وهو نادي مقفه حساس في البقاء يعني يعني انا لو من مسؤولي الجونة هبص الموضوع كده هو انا كنت عارف ان انا حكس بيرامد وابتدي اتطلع الى ان اللي هي طموحاته قدام الاهلي يعني فكرة انك كمان يعني ماشي الجدول بترتيبه بقى مع الكل مفيش حل تاني ماشي الجدول بترتيب مع الكل ما حالش هتكلم انما يتقال اصلا الاهلي ما نفعش يلعب مع بيرامدز المباراة التانية لكن يلعب مع الجونة المباراة التانية في الوقت اللي الجونة ما لعبش الاسماعيلي اصلا شوف المعايير المختلة بقى وكأن البطل الدوري مش هيتاخد من حساب ان الكل يلعب مع بعضه والهبوط نفس الحكاية البقاء مش هيتقرر اللي بنفس المعيار بس هو خلاص المبدأ ده تم اعتماده اللي بتقعد دور الاول والتان اللي ساكنين فوق بس اتحاد الكورة مالتزمش بنفس المبدأ اللي استند عليه في مباراة الزمالك وبرامدز لما قرر تأجيلها كان المفروض تتلعب في اثنين عشرة الفين وطمنتاشا كانت ضمن الاسبوع التاسع اجل ابو نان على طلب الزمالك اللي رفض في هذا التوقيت مواجهة نادي بيرامدز قبل ما يلعب بيرامدز مباراة المؤجلة مع الاهلي فاكرين انتو نغمت مش هلعب الا لما الاهلي لعب مؤجلاته وكان عنده الزمالك بيرامدز في شهر اكتوبر مرضيش يلعبها وتأجلت له طيب هنا ما تقلش ان الزمالك بيفرد رأيه مثلا كان اتحاد الكوري عارف انه تأجيل لقاء بيرامدز والاهلي اللي استند اليه الزمالك بسبب انشغال الاهلي وقتها بمباراة هوريا كونكر الغيني زمالك الاتحاد كان يعلم ان مسابقة الدوري في مراحلها الاولى والمنافسة في المقدمة هتتحدد بشكل كبير بعد كده كل هذا وافق عليه الاتحاد لكن وبنفس المنطق وتحقيقا للعدالة كان على اتحاد الكورب في التعديلات الجديدة بقى اللعق على كده يحدد موعد مباراة الاهل والزمالك بعد الموعد المحدد لمباراة الاخيرة المؤجلة مع الاسماعيلي نفس المعيار لو الاهل يرخم وقال انا مش هلعب مع الزمالك الا لما الزمالك يلعب مع الاسماعيلي بنفس المعيار اللي انتو بتطبقوه عليه المشكلة يا استاذ إبراهيم هو بنفس المعيار ما بيطبقوش عليك يقول لك انا حر ساعة ما تيجيله بقى في الحتة دي يقول لك انا حر هي المشكلة من ايه؟ المشكلة من هنا ايه؟ لو هو ملتزم بالمعايير خلاص كل الاطراف قبلت فيه منطق ما حادش يقدر يتجاهله الاهل قدم طلب لاتحاد الكرة او خطاب في عشر اثنين 2019 قال له انا رفض لاستبدال مباراة للدوري مع الكاسر وهنا عايز اقولها للناس لانه فيها فرقات فنية حتى انا لما بلعب مباراة في الدوري عندي تلات نتائج نتيجة سيئة بسعى لتجنبها ونتيجة ايجابية بسعى لتحقيقها ونتيجة تعادلية قد اقبلها دي تلات اطرحات موجودة عندي في مباراة للدوري واسوأهم ان انا اخسر المباراة بس اعرف اعوض المباراة اللي بعديها لانه حصل نقاط في الكاس لا اقصائية؟ ما عنديش الا نتيجة واحدة يا هكسب يا اما ان انا برى المسابقة برى المسابقة ما عنديش فرصة للتعويض لا في المباراة ولا في مباراة عودة ولا في المباراة التالية خلاص نوكاوت لما الآله يستند على هذا المنطق الفني العادل يزعى الحد انت بتلعبني كل يومين ماتشين او كل تلات يوم مباراة اوصل لمباراة رقم اتنين واربعين وغيري لعب اربعة وعشرين وبيتكلم معايا على تكافؤ الفرص بصوا حجم المعاناة هل لما اجي اقول مش من العدل ان انا العب كل تلات يوم مباراة تبقى مباراة كاس في وسطيهم يبقى لا انت غلطان قولولي بقى انهي منطق ممكن حد يغلط النادي الالف كده وليه الاهل تحديدا اللي حشرتله المباراة دي في التوقيت ده لكل تلات يوم مباراة انت كنت من الاول بتتكلم على الموسم الاستثنائي وضغطنا جدول الدوري وتحمله والكاس بعد كده على فكرة اللي كانوا بتهكموا على الاجهاد نتيجة الضغوط ها بدوا يتحدثوا عن الاجهاد الاجهاد الان رغم انهم مش بيلعبوا بنفس الكساب فيعنى ايو يتقال في الخطاب الاخير مباراة الكاس بدون جمهور لا والله ليه هو انت لسه بتبدأ الكاس طب ليه ولا قال اي تفسير مباراة الكاس عند استقنافها بدون حضور جماهيري اولا كان لازم انت تفتكر ان المسابق بدأت واشتغلت بنظام فلازم انت تكتمل بيه انت كده عندك خلل كده انت مش مش مزبوط اداريا بدأت مسابق بنظام لازم انت انتهي بيه لكن انت لعبت الادوار اللي فاتت بحضور جماهيري حتى لو جمهور معدود لكنه موجود وعندك خطاب من الامن برقم تلت تلاف ربعمية ستة وتلاتين وارد للتحاد الكرة في واحد تسعة الفين وتمنتاشر بموافقة امنية على عودة الجماهير له حضور مباراة كرة القدم والخطاب ما قالش ان الكاس بدون حضور لهذا الموسم والموسم بيشمل دوره وكاس طيب الامن اين بدور كبير جدا في حماية المباراة والفترات اللي فاتت الحضور الجماهيري بيتحسن من المباراة للتانية املا في ان احنا نوصل لي بطولة الامم الافريقية تكون المدرجات شبه كاملة وده الهدف اللي كلنا بنساعد فيه سيبكوا برضو بالنغمة لم الشامل وكل اللي عايز يداري على مشكلة وكل اللي عايز يستف ورق يقولك لم الشامل قبل كاسو الامم معرفش ايه مناسبتها لم الشامل لا يكون الا باحترام القانون وفرض القانون على الجميع والاعتذار عن خطأ بس انما انت مسموح لك تتجاوز وتغلط وتسيء وتعيب وتعمل كل اللي عملته وعايز ترفع يافطة اسطولام الشامل مش فاهم ايه 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 مفهوم الادارة انه في قعدة عرب هتحل مشاكل الكرة في مصر وان الكل ينسى وكله صلى على النبي وكله خلاص اللي فات مات طب يعني هنلم الشامل لغاية تكاسر الامم وبعد كاسر الامم لفوق الشامل تاني نتخاني يعني هو لم الشامل ولا شامل اللم طب انا عايز اقول حاجة مش فاهم طب عايز ممكن اتوقف عند كلمة لم الشامل لم الشامل مش قرار لم الشامل حالة يعني انت الجماهير لو شعرت بالعدالة لو الجماهير ما بتعيرش بعضها المعايرة ما بيتش على المطشطنة والبطولات على كل موقف صغير وكبير ايو مين يعلم على التاني ودي مأساتنا وصل ان المسؤولين بيحلوا الازمات من هذا المنظور مين يعلم على التاني طيب الجماهير لو شعرت بالمعايير السابتة والمحترمة الشامل حيتلام ولا اللم هيتشمل هو اللم هيتشل لو ما تعملش كده اه يعني انت متقدرش تقول الناس خلاص صافي يا لبن اه ممكن انا وحضرتك ام تبوا الناس اللي ورانا اه اللي ما ليش سيطرة عليها انا وانت ام هتحترمنا احنا الاتنين لما تلاقينا بنعمل بعض باحترام هيروحوا معاملين بعض باحترام صحيح انما لو انا وانت بن بن واخدانا خناءة مين اقوى كل فريق بايد واحد فينا ها هيبقى في نفس الصخب انه عايز الطرف بتاعه هو اللي ينتصر فده خلف الخناءة وانش مفروض يبقى فيه خناءة مفروض يبقى فيه قرارات تنظيمية وجلام موضوعي يتقال وعلى فكرة التحاد الكرة ما كانش محتاج للقاعدة دي مكاني يقدر ياخد رأي كل نادي بالاتصال المباشر معاه انا مش عارف مين اللي اوحى بهذا لان طبعا دي وقلنا ساعتها قلنا ده فخ حيصفر عن مشاكل قلنا قابليها هنا ان الفخ بتاع الدعوة دي هيصفر عن مشاكل طيب اتحاد الكرة عارف كويس انه كاس الأمم ده اللي ان شاء الله هنستضيفها ومصر تستضيف كاس عالم مش كاس أمم وقدرة بإذن الله تعالى بكل جهدها انها تقدم نسخة محترمة من البطولة اللي كانت هي صاحبتها وصاحبت فكرتها وصاحبت رعايتها من عدم يعني البطولة تخلص 19 سبعة دورة أبطال أفريقيا دورة أبطال أفريقيا مش اللي الأهل فيه دلوقتي الجديد الموسم الجديد هيبدأ 9-8 تخيلوا يعني بعد كاس الأمم ما يخلص بـ 15 يوم أو 17 يوم هيبدأ دورة أبطال أفريقيا هتكون قرعة دورة أبطال أفريقيا تعملت الأدوار الأولى هتكون القوائم بتاعة قيد اللعيبة تسلمت هيكون المستويات بتاعة التصليف الأندية علشان الأدوار التالية اتحددت كل ده والدورة بتاعك ما خلصش ما خلصش ما حددش مين اللي حيمسل مصر في دور الأبطال ولا في الكنفدرالية انت بس اهتميت ان انت تحشر الكاس دلوقتي وتمدد الموسم وترجع تكمله بعد كاس الأمم في أغسطس طب هتعمل ايه مع الفخ الأفريقي ده مش باينه لكن الجديد بقى من النهاردة فور من نادي الأهلي طلع قراره بالتمسك بموقفه اتحاد الكرة فاجئنا بخبر رح مطلعه قالك بعدت للأندية النهاردة بذكرهم المشاركة في دور أبطال أفريقيا وفي الكنفدرالية يلزمه الرخصة رخصة الأندية وده اساسي بس قال كمان عايز افكرهم اواديكم خليكم فاكرين انا بقولهم ان الرخصة لا تعطى الا من يشارك في الدور والكاس اتحاد الكرة تحول الى رجل شرطة واقف على نصة الشارع عايز يسحب الرخصة من النادي المخالف الكلام واضح ترتيباته ماشي ازاي استهداف الاهلي في المشاركة الافريقية القادمة الاهلي هيخرج مش هيكمل مباراة الكاس بس نقف هنا السيد زبراهيم اه انا شاركت في الكاس طبعا انا شاركت خلاص اكسبت الترسانة وتأهلت انا شاركت جيت فماتش مش حلعب باعتبر مهزوب افرد ان دا اللي هيحصل يعني اذا حدث هذا ايوا وقد لا يحدث وقد يحدث ما تقدرش تيجي تقول لي بقى يا جماعة لازم في جهة نحتكم اليها طب نروح في ايه لو هيعتبر ان انت ما شاركتش في الكاس ازاي انا شاركت في الدوري وشاركت في الكاس وتأهلت في الكاس وخسرت يا اخي ماتش لا خلينا اكمل معاك جيتم وراه مش هلعبها لايحتك بتقول في الجزئية دي ايه بقى عارف بتقول ايه اه يدفع غرامة ويتحرم من نسخة اللي بعدها الكاس مصر ما تقالش ساحب الرخص لا لا هو عايش يقول ساحب الرخص اه ما انت ما عملتش كده مع الزمالك لما تساحب امام المقاصة هو مش فيه تاريخ يا اخوانا مش فيه حساب مش فيه ناس تانية حيكون عندها عدالة هتيجي في المجال الرياضي تنظر اليه وترتب الاحداث صح انت انت لما انتساحب الزمالك امام المقاصة اعتبرته مغلوب مم كويس انت هذا لزي تملكه وهنا القالي ما بتغطش عليك يا اخي بيقولك انا كده اكتفيت مم وسبت ايه لعب في افريقيا السنة اللي بعدين انا ولعب في افريقيا بعدين اه ما ينفعش التلمحات دي ما ينفعش ما ينفعش التلمحات لانها تاريخيا مش مزبوطة حتتحط دي سبيهات وفيه فطرة فلان الفلاني حدثة كذا وحدثة كذا وحدثة كذا ولا الناس تقولك حين النهاردة ما ويتني بكرة طيب صحية انت ما عملتش ده مع الزمالك ونسحب من الدوري امتنعنا ادام مبارا في الدوري وهذه ليست دعوة او يفهم منها ان انا بقول ان الاله مش هيلعب او الاله هينسحب الاله يحافظ على حقوقه القانونية بكل الطرق المشروعة انت المطف ده نفسه مفوق ملوش شرع يعني حسب كلامك انت ان جي دي جلسة ودية اصفرت عن مجموعة من التوصيات انت استنادت اليه في اتخاذ قرارات والجلسة فيه شابه موقف قانوني معيد انا طعم فيه انا طعم فيه ازاي انا طعم فيه وانت بتقولي يلتزم بقراراته اه هو يعني بس هو يقولك كده باشواندس لانه هو نفسه اتحاده كورة انت انت يعني بتفترض حسن انه اي قوي لا انا بناقش بموضوع يعني مش عايز اخش في الضماير لا سيبك من الضماير رغم ان انا وانت فاهمين الكواليس لكن انا بتكلم دلوقتي والله من منظور انا عامل من يعني شوف موضوع يعمل من بنها هيرياحك انك توقف كده بعيد انا مش طرف يا سيف بس انت من كفر زيات اه من كفر زيات لكن انا بتكلم بشكل موضوعي ولائحي وقانوني وبعمل مقارنات هي دي اللي ترد علي فيها انا لا بتتهم ولا بخش في النواية ولا بتجاوز في حق احد ومش عايش حد يعمل كده لا نعمل مع حد كده ولا حد يعمل معايا كده خلينا مرة نتحاور وقلولي لا ده اصلي عشان كده ده عشان كده اقولك والله تصور فاتيتني التحاد الكرة زي ما يكون عايز يطلب الاهلي في بيت الطاعة ازاي يفضل بيطالب بحقه بالشكل ده ازاي واقف اصادي هو مش واقف اصادك انتو يعني متصورين المشهد غلط خالص لكن وانتو بتفترضوا ده وانتو زعلانين من الشكوى للكاف معا انها هي اولا الاهلي اشتكى ضد اجراء تم اتخاذه ضد اجتماع باطل راح للاتحاد الافريقي يقوله انت صاحب قرار ايقاف هذا الرجل وراح لللجنة الولومبية يقولهم انتو اصحاب راح للجهتين اللي طلعوا هذا القرار لكن اتحاد الكرة وهو بيعمل كده وهو بيحاول يفتح بيط الطاعة لازم ان يتذكر انه حتى في الامور المالية مش فير الاهلي لمن لا يعلم حتى الان ما اخدش فلوس علاج مروان محسن اللي اقرها الاتحاد الدولي لي اصابته مع المنتخب ما اخدهاش بس هو نفسه اتحاد الكرة اللي سارع يدفع للزمالك فلوسه من عنده عشان ما تتخصمش عليها نقاط هو اللي بيعمل مع النادي الاهلي ده هو اللي دفع لنادي الزمالك الغرامة الدولية زي ما كانت تفق عليها مع وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ليتجنب الزمالك خصم نقاط من رصيده وهو نفسه اتحاد الكرة اللي دفع للزمالك قبل بداية المركات الشتو قبل القيد التاني ده ستة مليون وتلتمائة او تسعة مليون وتلتمائة الف ويخصمهم من رصيده لما يبقى فيه علشان يتمكن من القيد الشتوي انت اللي بتعمل كل هذه التأسلات لنادي الزمالك ومشكورا لانك لازم ان تقوم بهذا الدور تجاه كل الاندية ما بنقولكش عملتك كده ليه مع الزمالك لازم ان تساعده لكل ما دام ربنا فتحها معاكم وموسعها بس لو انت بتعمل ده مع الزمالك لازم ان تفتكر كويس قوي ان النادي الاهلي كمان نادي مصري له عليك حقوق ليه عليك حقوق اساسية ما لقاكش جنبه خالص وهو بيواجه كل المشاكل مع التراج التونسي والاتحاد الافريقي ما لقاكش جنبه ابدا بدعم باي حال من الاحوال وتقال وقتها مش عايزين نخسر بوشماوي واللي اهلي مباراة ده كاسبان 3-0 والمسألة سهلة يعني نظر للموقف ساعتها انها هتعد والاهلي هيكسب مش عايزين نخسر الراجل خسر الاهلي وخسر العيب وحصل اللي حصل وتعور لعيب عنده هو في اليوتوبيس وما لقاش اي مساندة في الوقت اللي الاتحاد التونسي ساند ناديه لغاية لما توجه باجواء كلكم فاكرينها ده اللي بيتكلم عليه النادي الاهلي ان انا في مواقف مهمة جدا ما لقيتكش لما ييجي يحصل اجتماع باطل بهذا الشكل وبهذا الحضور واشتكي للجهات صاحبة القرار العقابي ابقانا لغلطان ولما تمسك بحق ان انا ما ينفعش العب خمسة واربعين مباراة وغير يلعب واحد وعشرين وتحط اللي مباراة كاس في قلب جدول الدوري وتكلفتها لي عشان تماشي حاجة ابقانا لغلطان برضو اعتقد المسألة محتاجة مراجعة من قبل اتحاد الكورة ومحتاجة التأكد من حقيقة مهمة جدا محناش في مباراة مصارعة الزراعين خالص ولا الاهل بصص لها كده ومؤكد ان ادارته تحمل لكل الاتحادات كل التأدير وفقا لي منظومة العمل المنضبط انا عضو عندك انا مش سيد عليك بس انت كمان مش مش الالفة اللي واقف فوق دماغي تقول لي مشي مين ومشي شمال في لوائح بتربط العلاقة وتضبط المسألة بعد تلي جداول طلبتك ان انت تحترمها عشان انا انفزها لما اطلبك ان انا انك تحترم اللي انت قررته ابقى انا غلطان ترجمة نانسي قنقر